سجل العز في الميزان التجاري للمملكة ارتفاعاً في النصف الأول من العام الحالي بنسبة خمسة وثلاث في المئة ليبلغ أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وجاء العز كفرق بين قيمة المستوردات البالغة سبعة مليارات دينار والصادرات الكلية البالغة مليارين وأربعمائة مليون دينار والتي تشمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديرها الصادرات الوطنية في النصف الأول من هذا العام سجلت انخفاضاً لتصل إلى ملياري دينار تقريباً وبنسبة واحد وستة في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت مليارين ومئة مليون دينار أما أكثر السلع التي تم تصديرها جاء البوتاس الخام بنسبة ستة وعشرين في المئة والأسمدة بنسبة ستة عشر وسبعة في المئة والألبسة وتوابعها بنسبة ثمانية وسبعة في المئة في حين انخفضت للخضار والفواكه بنسبة خمسة عشر وتسعة في المئة الفوسفات الخام بنسبة خمسة عشر ونصف في المئة ومحضرات الصيدلة بنسبة أحد عشر وثلاث في المئة أما مستوردات المملكة فقد سجلت ارتفاعاً لتبلغ خلال النصف الأول من هذا العام سبعة مليارات دينار أي ما نسبته ثلاث واثنين في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ ستة مليارات وثمانمائة مليون دينار أما أكثر السلاع المستوردة فجاءت الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بنسبة خمسة وسبعين وتسعة في المئة والآلات والأدوات الألية بنسبة ستة وخمسين ونصف في المئة والنفط الخام ومشتقاته بنسبة عشرين وتسعة في المئة فيما انخفضت من الحديد ومصنوعاته بنسبة اثنين وعشرين واثنين في المئة ومن العربات والدرجات بنسبة ثلاث في المئة والآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة واحد وواحد في المئة خفضت المؤسسة الاستهلاكية المدنية أسعار ثلاث وخمسين مادة غذائية وغيرها بنسبة تراوحت بين خمسة إلى خمسين في المئة واجتملت تخفضات مواد الأرز والسكر وبعض المعلبات وأدوات التنظيف ومستلزمات الأطفال والمنازل إضافة لإدخال مواد جديدة على أسواق المؤسسة مثل الحقائب المدرسية مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان لقضاء قال إن إجراء دفعة جديدة من التخفيضات والعروض الترويجية على المواد داخل أسواق المؤسسة استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار وقع البنك المركزي الأردني اتفاقية مع معهد الدراسات المصرفية للاستفادة من خدمات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا إي فواتيركم وتأتي الاتفاقية لتمكين المتعاملين مع معهد الدراسات المصرفية سواء أفرادا أو مؤسسات من القيام بعمليات الدفع إلكترونيا دون الحاجة للقيام بذلك عن طريق الشكات أو الكاش وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع المعهد وتسهيل الحصول على الخدمات التدريبية للمعهد ورفع كفاءة التحصيل مدير دائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي مهلبه بيّنت أن دراسة لخبير خارجي أكدت أن التحول إلى البيئة الإلكترونية في الدفع يسهم بتوفير نحو مئتين وثلاثين مليون دينار في المملكة سنويا ومع التوسع يصل إلى حوالي خمسمائة مليون دينار اليوم نظام إي فواتيركم المملوك والمشرف عليه من قبل البنك المركزي تجاوزت عمليات الدفع فيه اثنين مليار دينار ونتوقع أن حجم هذه العمليات يتزايد مستقبلا وحجم الوفورات والكفاءة التي تحقق للاقتصاد الأردني أنها تتعزز خلال الفترة القادمة من خلال تطور الخدمات وتنوع الخدمات التي يمكن تمام عمليات الدفع عليها من خلال نظام إي فواتيركم ستساهم هذه الاتفاقية في تسهيل تسجيل للأفراد والقطاع المالي والمصرفي في الحصول على خدمات التدريبية من معهد الدراسات المصرفية إضافة إلى ذلك ستساهم في رفع كفاءة التحصيل ومزيد من الشفافية وبما يحقق الهدف الأسماء لمعهد الدراسات المصرفية في نشر المعرفة المصرفية في جميع القطاعات أعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليوم إغلاق ثلاثة مشاريع في مجال إدارة الطاقة بدعم من الاتحاد الأوروبي وبقيمة 4065 ألف يورو والمشاريع الثلاثة هي ملصق للطاقة الذي يعنى بالمساعدة الفنية لقطاع الأجهزة المنزلية والتي تغطي حوالي 40% من إجمال استهلاك المملكة واستغرق 14 شهرا بكلفة 170 ألف يورو ومشروع التدريب على شهادة مدير الطاقة يستهدف صانعي القرار الرئيسيين في المؤسسات الخاصة من خلال التدريب واعتماد ما لا يقل عن 150 مهندسا حيث استغرق تنفيذه 12 شهرا وبكلفة بلغت نحو 150 ألف يورو أما مشروع التدقيق على أداء الطاقة الذي يعمل على تنفيذ دراسة مفصلة للتدقيق على أنواع استهلاك الطاقة وتحديد أماكن الهدر فقد استغرق تنفيذه مدة 12 شهرا بكلفة بلغت 145 ألف يورو أثمر هذا التعاون عن تدريب 150 مهندس في مجال إدارة الطاقة من خلال برنامج التدريب على شهادة مدير الطاقة وتنفيذ دراسات إداء طاقة على 36 شركة من خلال برنامج التدقيق على هذا الطاقة بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لسة شركات أردنية في مجال قطاع إنتاج الأجزة المنزلية في مشروع ملسق الطاقة اليوم هو بالنسبة للطاقة الخضراء وكيف نحن ممكن أن نجعل المنشآت الاقتصادية يتطبق الطاقة الخضراء وتستعملها في مجالها الصناعي والإنتاجي وهذا بالنسبة لأنه مهم جدا لأننا كاتحاد أوروبي نولي اهتمام كبير لها المسألة افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسي فعاليات معرض انتربلد الأردن العاشر الذي تنظمه نقابة المهندسين الأردنيين وأكد هلسي على أهمية المعرض باعتباره يستقطب عدداً واسعاً من الزوار ويشكل فرصة هامة للصناعات الوطنية لعرض منتجاتها أمام العامة إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المصنعين الأردنيين لترويج صناعتهم ويشارك في المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام حوالي مئة جهة رائدة في مجال صناعة البناء والتشييد والديكور وفن العمارة من عشر دول بعرض بعض منتجاتها الصناعية كالأبواب والدهانات والكرميد وأنظمة الحماية والتمديدات الكهربائية والكهروميكانيكية وغيرها من الصناعات الوطنية في جودة عالية إن شاء الله هذه جودة من خلال المؤسسات المعيسة الأردن ومجالس البناء الوطني بسيطة تأكيد هذه المواد وبسيطة اعتمادها في مشاريع النصارى الخادمة هذا المعرض يهدف إلى تبادل الخبرات بين الصناعات الأردنية والصناعات المثيلة الدولية من خلال مشاركات شركات أجنبية تركية وهندية ومصرية وسعودية كل هذه تؤثر على جودة المنتج وتؤدي إلى تحسين المنتج وتعريف المهندس الأردني بهذه المنتجات الهدف طبعاً أنه إحنا نوصل موادنا الجديدة وكل إشيء اشتغلنا عليه خلال السنوات الماضية لكل المهندسين والناس اللي راح تشارك بهذا المعرض السباقين دائماً بأنه إحنا نشارك بهيك معارض لحتى نكون دائماً على استمرارية وتواصل مع المهندسين ومكاتب الهندسية ترجمة نانسي قنقر